في دستور 2014 في مادة مهمة جداً مادة رقم 20 في هذا الدستور الاهتمام بالتعليم الفني وتطوير مناهج التعليم الفني لأن التعليم الفني مهم للغاية في إحداث نهضة صناعية في كتير من الدول وعندنا تجارب كتيرة نتيجة تطوير التعليم الفني حصل فيها نهضة وتقدم زي ألمانيا واليابان وكوريا وفرنسا وغيرها من الدول جلسات الحوار الوطني نقشة التحديات اللي بتواجه قطاع القوى العاملة المصرية في مجال الصناعة وكيفية الاستفادة من التعليم الفني في مواجهة هذه التحديات زي مثلاً يكون عندنا خرجين من التعليم الفني يقدروا يواجهوا التحديات اللي بتواجه القوى العاملة بحضور عدد كبير من الخبراء والمختصين في هذا المجال خلونا نعرف تفاصيل أكتر معانا طبعاً في هذه الفقرة الأستاذ مازن شاقوير عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اللي من ورنا صباح خير عليك صباحاً لكم يا فندي أهلاً معك يا أهلاً بيك أهلاً بيك الجميل في الموضوع أن احنا التعليم الفني لفترة من الفترات نظرة الناس ليه كانت مختلفة وفي نفس الوقت محتوى المناهج اللي بيتم دراستها في هذا النوع من التعليم هو التعليم الفني مناهج لا تناسب سوق العمل فالجميل في هذا المحور تحديداً أن الحوار الوطني يهتم بمنقشة هذه القضية أكيد طبعاً كانت فيهم مشكلة في قطاع الصناع عموماً، تحديات اللي بيتواجه القوة العاملة القوة العاملة بننكلم عن العملية الفانية اللي موجودة مåاهج بدأت دائماً موجودة بالشكل المؤهل والمضرب في قطاع الصناع فبالتالي كان تسبب مشكلة في القطاع الصناعي والسوق الصناعي عموماً فكان لازم أن نشوف المخرجات التعليم الفني إحتياجات سوق العمل احتاجات سوء العمل بمعنى ايه انا شيف سوء العمل محتاج من التعليم الفني محتاج السنة اللي يعني المخرجات تكون التعليم الفني عامل ازاي حس ان انا اهل طالب او العامل ان هو يتخرج يلاقي وظيفة او فرصة عمل مناسبة لتخرج او المواهلات عظيم جدا محتوى المناهج كانت عامل ازاي اللي كانت قبل كده احنا كنا بنشوف مثلا بتاع خريج دبلوم للتجارة ولا دبلوم للصنايع ولا للزراعة لفترة من الفترات هو خارج من الدراسة بتاعته مش معى اي مادة مش معى اي حرفة حرفة مش متعلم حاجة او متعلم حرفة جار عليها الزمن وخلاص ما بقتش موجودة دلوقتي بالفعل ده كان موجود في الفترة السابقة بس في الفترة الحالية فيه القطاع خاص او فيه مستثمين بدأ اولي للجاء اولي المدارس وطبعا في قطاعات كتير اشتغلوا عليها أو مستثمين اشتغلوا عليها المدارس الموجودة دلوقتي في القطاع الخاص إنه هو بدأ يجيب الطالب عنده يعمل المدرسة الخاصة ليه أو يجيب الطالب عنده في المرحلة الدراسة بيتضرب نظري وعملي على سوق العمل إنه هو بيتخرج وبيتخرج بيتعين في القطاع عنده أو في المصلحة الموجودة عنده بس ده لازم يكون فيه تواصل بقى مع وزارة التربية والتعليم والتعليم هذا يكون تنصيك يعني فيه مثلا موجود مصلحة الكفاءة الانتاجية مصلحة الكفاءة الانتاجية دي تابعة وزارة التبار والصناعة لديها المراكز معتمدة أو مراكز فنية معتمدة فيها تخصصات كتير جدا مثل الطباعة، الغزل والنسيج، الحدادة، الخواطئ وخلافه نحن ممكن نستغل الحتة دي أو القطاع ده كمصلحة الكفاءة الانتاجية مع وزارة التربية والتعليم مع القرى العاملة بإمكانها هي الحافظ أو الضوم للعامل مع القطاع الخاص بحيث أن المنظومة تبقى متكاملة أنا كقطاع خاص أبدأ أبص على مصلحة الكفاءة الانتاجية أنا محتاج خلال فترة الدراسة أو السنة اللي جاية محتاج مثلا مية طالب في التخصص الفلاني خمسين في التخصص الفلاني فأبدأ أشتغل عليهم بحيث أنهم لما يتخرجوا يبقى بالفعل متخرجين على حاجة معينة يشتغل عليها أعطوه هل بقى هو اللي يعمل المدرسة ولا الوزارة التربية والتعليم والتعليمي فني هي اللي تتغير المنهج عشان يلائم هذه المصرحة هي بالفعل موجودة يعني هي المراكز الفنية دي موجودة بالفعل في المصلحة الكفاءة الانتاجية فإحنا ممكن نطور أو نستغل نشوف إيه اللي نقصها يعني إيه محتاجين إيه؟ نحتاجين نبص عليها يعني كقطاع خاص هي منظومة متكاملة كقطاع خاص يقول أنا احتياجاتي للسوق كذا فأنا أبدأ كمصرح كفاءة انتاجية أو بالمراكز اللي عندي أن أنا أشتغل عليها بقى عظيم إيه كمان الأطرحات اللي تمت في هذا الملف في الحوار الوطن؟ هو كانت تحديات القوى العاملة عموماً انت حداك عرف برضو المشاكل اللي بتواجه القوى العاملة أو العمالة عدم موجود قانون عمل متوازن بيضمن أو مثلا بيحقق حقوق أو بيحفظ حقوق صاحب العمل والعامل فبالتالي لازم يكون فيه هنا إجراءة الشريع بشأن الموضوع ده وده من خلال وزارة العمل حالياً هيركات وزارة القوى العاملة طبعاً تغير اسمها من خلال وزارة العمل عظيم جداً نظرة الناس للتعليم الفني لازم تتغير الناس اللي كانت دايماً بتقول لا لازم شهادة جامعية لازم لسانس لازم باكالوريوس يشوفوا خلال الفترة اللي فات أعتقد الناس كتيرة جداً معاها هذه المؤهلات وقاعدين مش لقيهم فرصة عمل في حين الناس معاها حرف دلوقتي فيه فرص عمل لكن الاهتمام بالتعليم هو مهم جداً لإحداث نهضة صناعية مهمة جداً في مصر خلال هذه الفترة احنا عندنا طفرة صناعية مهمة عندنا مجمعات صناعية كبيرة جداً التنسيق مهم كمان في إيه يا سوز مازين في أنه يكون هذه المنطقة الصناعية مثلاً بتشتغل على صنع معينة أو حرفة معينة يكون التركيز في المدارس الصناعية الموجودة أو التعليم الفني الموجود في هذه المنطقة يلائم الصناع في هذه المنطقة حتى عشان نقلل نسبة الاغتراب ما بين المحافظات بالفعل هو برضو النظرة هزي ما حدك قلت كده نظرة التعليم الفني في الأسرة المصرية حدك عرف المتعرف عليه في أي أسرة المصرية الطلب يتخرج من حالة الإعدادية خلاص يجب أنت تخرجت السنوية عامة على طول بقى مصبوط هو الفكر رايح الحتة دي لكن أنا برضو لو بسط لها كنظرة تانية أو سوقية أو عملية الطلب لو تخرج تعليم الفني أو دخل محاطة التعليم الفني أنا هدمن كرب أسرة أن ده يتخرج الإبن أو المواطن ليه فرصة عمل يعني ليه فرصة عمل ومرتب كويس جداً وفي قطاع كويس جداً هو قطاع الصناع اللي هو من أسباب يعني أن تلك الصناع لو موجود أو يعني موجود بوافع أو شغال كويس بحالة تنمية أكثر كويسة للدولة طبعاً والجميل كمان في الموضوع أن العامل وهو بعد مدرس في هذه المدارس أو تعلم التعليم الفني وبدأ لقى فرصة زي ما الأستاذ مازين كان بيقول في أحد الشركات أو أحد المصانع اللي تدرب فيها عملي أثناء دراسته بيلاقي وظيفة بعدها وبيتطور هو نفسه بيتطور لأنه الصناعة بتتطور يوم بعد يوم في حين أن بعض الناس يمكن بتتجه إلى المكسب السهل شوفنا طبعاً الفترة اللي فات ناس كتير ثابت الحرف بتاعتها اللي كانت بتشتغل وكانت بتنتج واللي أثرت بكل تأكيد على الصناعة في مصر والاقتصاد في مصر بشكل عام واتجت إلى بعض الحاجات زي التوكتوك مثلاً بالفعل صح؟ خلينا وقعيين يعني ناس سبت حرفها وراح ساء التكاتك هو العامل بيبقى باصس يعني يقول لك أنا مثلاً حرفة أو هشتغل في مصنع ما عشرة ساعات في اليوم تمن ساعات في اليوم المبلغ المادي هيكون سيء مثلاً كذا أنا ممكن ألجأ كعامل يعني أو فكري يعني ألجأ لحرفة تانية أقلك في المجهود زي التوكتوك وخلافه ويحقق لي مقابل مادي أعلى وهو بيقول لك اليوم بيوم لكن لو في استمارية أو في زي ما قلت لحضرات قانون عمل متوازن بيضمن للعامل أو صاحب العمل الاستمارية في المنشأة أو في المصنع فبالتالي خلاص أنا متأكد كعامل أو كمواطن موجود أو صاحب حرفة أن أنا موجود في المكان الفلاني وبشتغل وبتطور حرفة تعلمتها فيه تأمين طبي كويس جداً أو محترم يليك بالعامل صاحب العمل كمان هيكون هو أجبر مستفيد ليه أنا عندي عامل كويس جداً دربته بالشكل المثالي وأنا ضامن أنه طول ما هو موجود عندي يعني مش هيسدني ويمشي فبالتالي هي منظومة فلازم يكون العامل وصاحب العمل يكون برضو موجود قانون عمل متوازن يضمن العامل وصاحب العمل صحيح إيه كمان التحديات اللي بتوجهنا في هذا الملف؟ ممكن برضو كلة المرتبات أو الأجور يعني في ملف القراءة العاملة برضو حداك عارف المرتبات موجود موجودة بالشكل ما في المصانع أو القطاع الصناعي طبعاً بتختلف من مكان لمكان فممكن يكون برضو هو بيلجأ للمرتب الأعلى أو المكان الأعلى بالنسبة له فبالتالي بيتجه للحرف اللي هي بتبقى أسهل بالنسبة له في ذلك الوضع يعني لكن أعتقد أن قانون العمل هيكون منصف للعامل في هذا التوقيت أكيد لازم يكون فيه إجواءات تشوية وأظن أنه حالياً أظن فيه تعديلات فيه في مجلس النواب بشأنه ده لازم يعني لأنه طبعاً مش هيضر بمصلحة العامل فقط ده بيدر بمصلحة الدولة والدولة كمان فكرة أنه ما يكونش فيه عدالة في هذه النقطة العامل هيضطر أنه يسيب المصنع بتاعه زي ما قلنا ويروح يشوف أي حاجة سهل فبالتالي انت أثرت على اقتصاد الدولة بالضبط وبرضو صاحب العمل أنا كصاحب منشئة أو صاحب عمل لما يكون أنا متأكد أن العمالة اللي عندي موجودة عندي بصفة دائمة أو مستمرة فخلاص أنا عارف أن بالنسبة لي المنشئة ماشية كويس أو التنمية الاقتصادية عندي ماشية كويس كمصنع ماشية كويس فبالتالي أنا بيقاش عندي مشكلة سواء هنا أو هنا سواء متجنبين يعني سواء عامل أو صاحب عمل الجميل كمان أنه نحن فيه ربط ما بين المناهج اللي بتدرس في هذه المدارس الفنية وما بين ما يحتاجه سوء العمل ومش بس في مصر ده خريج هذه المدارس الفنية أعتقد أنه مؤهل للعمل في الخارج كمان لأنه نحن دائماً بنتكلم عن أحدث التكنولوجيا الموجودة في المصانع اللي الدولة بتنشئها خلال الفترة الأخيرة طبعاً هو العامل خلال الفترة يعني مثلاً مثلاً لمصلحة الكفاءة الإنتاجية الطالب يتخرج من المرحلة الإعدادية ويدخل المرحلة اللي هي في المدارس الفنية المعتمدة لمصلحة الكفاءة الإنتاجية بيحصل على دبلوم تلمزة الصناعية خلال الفترة دي بيتعلم نظري وعملي فإحنا ممكن برضو نربط مع سؤول عمل أو قطاع الخاص بحيث أن العمل يكون عنده يعني يكون التدريب العملي أو المنهج العملي موجود عنده في المصنع فده هيضمن أن بالفعل الطالب بعد ما يتخرج أو العامل بعد ما يتخرج خلاص هو حفظ المنظومة بالكامل كنظري وكعملي فبالتالي أقدر استفيد منه أجول استفادة عظيم بس نرجع برضو ونأكد على نقطة تغيير الثقافة الأديمة في نظرة الناس وحتى أولياء الأمور نفسهم يقولوا لا أنت لازم تدخل سنوي العام ده في ناس جابوا مجميع السنوي العام في الإعدادية وكانوا متفوقين وجابين درجات عالية وفضلوا التعليم الفني فيه بالفعل طلبة بالجاول ده بس هو بيكمل يعني بيعمل زي معادلة ويكمل بيدخل كلية هندسة اه بالفعل فهو لازم الثقافة أو النظرة تتغير لدى الناس أو لدى حتى الأسرة المصرية أصرهم عليش أنه دلوقتي لما ابني يتخرج من سنوية عامة ويدخل كلية لفلانية بعد ما يتخرج وبعدين معلش ما حدك شايف عدد الطلبة أو الناس الأعدم بدون عمال لكن أنا لما يدخله مكان معين وعايف أنه هو في المكان ده هيتضرب كويس هيتعلم كويس هيتخرج يلاقي مكان أو منظومة أو مصلحة ما يشتغل فيه فدي حاجة كويسة جدا وهتقلل العدد البطالة صحيح ده قبل ما يتخرج كمان ده وهو بيدرس كمان ليه مصروف كده في المدارس التكنولوجية دي ليه مصروف يومي في هذه المدارس يعني هو قبل ما يتخرج وقبل ما يشتغل ويبقى كسيب زي ما بنقول يعني طبعا ويقبض وكده ليه مصروف شايفة فبالتالي أنت يعني وانت بتدرس كمان بتاخد فلوس وبتعلم هو الأهم كمان أنت تتعلم حرفة مع الوقت بتساعدك يعني مع الوقت أنت متعلم حرفة كويسة جدا أي حاجة بقى سواء حدادة خراطة وخدفة أي حرفة موجودة في المدارس دي فبيتخليني حتى في سوء العمل أنا مطلوب بشكل كويس يعني أنا لما أتخرج لأ أنا كذا قطاع أو كذا منشأة ممكن تطلبني أو كذا مصنع ممكن يطلبني بشكل كويس جدا بس إحنا كانت وصلنا لأنه لازم يكون فيه أليه التعاون ثلاثية ما بين القوى العاملة ووزارة تربية والتعليم والتعليم الفني وبين القطاع الخاص هو لازم يكون فيه زي استراتيجية أو بورتكول تعاون موجود هنخليها في أول حاجة وزارة التجارة والصناعة ممثلة في مصلحة الكفاءة الانتاجية وزارة الكوى العاملة اللي هي وزارة العمل دلوقتي عشان موضوع العامل والصاحب العمل التعليم والتعليم الفني وهي دورها بغضو في نشر التوعية أو نحن نقول لي أهمية التوعية المواطن أو القصة بالتعليم الفني والقطاع الخاص ده طبعا أهم حاجة عشان في الآخر هو المسؤول عن العمال أو هو المسؤول عن التصنيع وخلافه يعني فلازم يكون فيه بورتكول تعاون ثلاثي أو باعي بين الجهات المعانية كلها صحيح نقعد ونشوف إيه المطلوب في سوء العمل خلاص أبدأ أشتغل عليه في التربية والتعليم في التجارة والصناعة وأبدأ أشوف برضو حق العمل إيه وحق صاحب العمل إيه ده من خلال وزارة العمل أو القول العمل الصناعات التكنولوجية كمان يا أستاذ مازين بقت موجودة عندنا في مصر تصنيع التكنولوجي فطبيعي أن أنا أغير المناهج بتاعتي عشان الخليج تواكب لازم عشان تغير المناهج برضو أظن هي من زمن الزمن وهي زي ما هي يعني مفيش فيها تغير ما ده اللي كنا بنتكلم فيه من شوية بقدوم التجارة بيخرج واحد مثلا يشتغل مساعد محامي مساعد محاسب طب ما هي مساعد المحامي ومساعد المحاسب ممكن بتاع باكالوريوس التجارة نواية ممكن يشتغل ده مع محاسب كبير مثلا صحيح ببا فتخصصه وايستفيد يعني بعيد خالص انت لو بيشتغل في حاجة بإيه المجلاء لما يشتغل حاجة فتخصصه حسنا هو في النقطة دي فيه مشروع قانون تم تحويله من قاسة مجلس الوزراء لإدارة الحرار الوطني إنشاء المجلس الأعلى الوطني للتعليم والتدريب من أهدافه الحضاري بتتكلم عليه أن أنا أبدأ أبص على التعليم وأهمية التعليم وأهمية التعليم الفني كمان هو حاليا بيتم دراسته في إدارة الحرار الوطني وأظن هيبقى فيه يعني المشروع القانون هيطلع بتوصيات كويسة جدا وإن شاء الله يخرج يعني يطلع بالنوقة بيزنى مجلس النواب من خلال مجلس النواب يعني ده مهم جدا طبعا طبعا بكل تأكيد احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا فاندم تشرفت بي نشرفتنا ونورتنا وكل التوفيق طبعا في مشاركتك في الحوار الوطني قاله أستاذ ميازن شاقوير عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شكرا جزيلا لكم شكرا حضرتك فاندم ربنا فاندم